السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير نهاردة ان شاء الله فيديو كده للتفريزات عامل معاكم كده شوية تفريزات من الخضر والفكة ان شاء الله كده الفيديو تستفدوا منه بس اتمنى ان انتو تكملوا الفيديو معي للاخر وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي او لو استفدتم منه بحاجة بتمنى كده ان انتو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزلوا انا كنت عملت معاكم قبل كده فيديو تفريزات برضو لشوية خضار وكنا اتفقنا مع بعض ان احنا كل فترة كده لما يتوفر معنا اي فلوس هنشتري حاجة وهنعنها طبعا احنا عارفين ان اسعار الخضار ما شاء الله الاسعار آآ عالية جدا وما فيش حاجة بترخص يعني البسلة من اول ما آآ من اول الموسم بتاعها وهي بتلاتين جنيه ووقف على كده ما فيش حاجة فيها تغيرت انا جبت هنا النهاردة تلاتة كيلو من البسلة وقلت كده عاملهم وفرزهم كده ايه يبقوا معي الرمضان ان شاء الله وبرضو مرة تانية هنزل اجيب برضو تلاتة كيلو كمان وبقى شيلهم يعني كل مرة كده ايه ايه يتوفر معي حاجة اجيب كده يعني تلاتة كيلو من نوع تلاتة كيلو من نوع يعني مش لازم كل حاجة في نفس الوقت يعني مش لازم ننزل مرة واحدة نجيب كمية كبيرة او من التفريزات فيبقى المبلغ كبير علينا فكل ما يتوفر حاجة كده نجيبها دول كانوا تلاتة كله من البسلة خدتهم كده في الحد زي ما انتم شايفين وغسلتها كويس جدا انا بخسل الخضار قبل اه قبل ما فصصوا او قبل ما قطعوا وكده بيساهل كتير قوي وبيبقى اه الخضار كده في ايدك نظيف وانت بتعمليه يعني بدل ما كده تعود يتفصص البسلة ويبقى فيها طراباية او اي حاجة وايدك تبقى مش نظيفة وترجع تخسل البسلة تاني بعد ما تفصصيها لأ انا ما مش بخسلها تاني انا بخسل البسلة كويس قوي وبفصصها وخلاص على كده وبتبقى زي الفلة فيش فيها اي حاجة يعني انا بقى دي كم سنة بس بفرز البسلة بالطريقة دي بمسك البسلة خسلها حلو خسلها كويس جدا ولو فيها اي واحدة كده مش حلوة بشيلها طبعا وبشطفها كويس وبشيلها خلاص على كده بحطها بقى في مصفة تصف المياه بتاعتها وبعد كده بقى اه افصصها كده زي ما انتم شايفين بص البسلة بقى بتبقى نظيفة ما فيش فيها اي حاجة خالص وحتى كده انت شغالة اديك نظيفة وما فيش تراب في ايدك ولا اي حاجة من القشر بتاع البسلة اللي برا ده ساعات بيبقى كده في تراب او في كمان طين فكده بيبقى بصراحة انضف واحسن هبدأ بقى كده ايه اه افصص البسلة طبعا مش مش هصور طبعا الكمية كلها انا بفصصها انا هاخدها كده وروح اعود على التراويزة واكمل بقى الكمية كلها انا بس ايه بابدأ معاكو كده وبعد كده باخد الكمية وبروح اعود بقى على تراويزة واكمل بقى ايه تفصص البسلة كلها. يعني انا طبعا بتاخد وقت زي ما انتم عارفين. انا بس كده ايه بابدأ اه معاكو بعد كده اه هكمل انا بقى ايه مع نفسي. هروح بقى عدى فصص البسلة وبعد كده ارجع لكم. هنا بقى انا كنت فصصت البسلة تلاتة كيلو آآ على ما تفصصوا عملت الكمية اللي قدامك دي. وكمان كنت كده ايه جهزت كيلو من الجزر برضو قشرته قطعته قطعة صغيرة عشان بفرز الجزر مع البسلة. بخليه كده في جنب كده ما بحطهش فوق البسلة على طول. انا كنت الاول بحطه في كياس منفصلة. آآ بس المرة دي فرزته كده جنب البسلة. يعني في نفس الطبقة كده يبقى الطبق في البسلة والجزر بتاعه. انا بعمل البسلة بحط لها جزر وبحط لها كمان بطاطس لما باجي سويها يعني بس طبعا ما بقطعش البطاطس وفرزها. البطاطس بقطعها آآ لما باجي سوي بقى البسلة. ودي طريقتي في في تفريز البسلة. مش بس لقول بسلة ولا بعمل فقى اي حاجة. ده بان انا بفستصها بس وبعينها كده. وبتطلع بتبقى ما شاء الله جميلة لكنك لست يعني عاملها فرش. هعمل كده حط في في الاطباق ديت. آآ هوزهم على تلات اطباق يعني تلات اكلات. التلاتة كيلو يعني تقريبا ان الطبق كده آآ كيلو بسلة. كيلو طبعا قبل يعني قبل ما فصصه طبعا هو اقل من كيلو بعد التفصيص يعني. ما شاء الله عملوا معي التلات اطباق دول. هغلفهم بقى كده بستريتش وهيتعانوا على كده. وده كده اول حاجة انا عملتها النهاردة. تاني حاجة بقى معي انا معي برضو هنا فاصولية انا كنت خزنت قبل كده آآ فاصولية كنت فرزت برضو كزا اكلة بتاع حوالي مسلا اربع اكلات ولا حاجة. مش فكرة والله كانوا كم اكلة بس تقريبا كانوا اربعة. آآ برضو هنا انا جبت اتنين كيلو نقدول كانوا تلاتة كيلو. آآ تلاتة اكلوا برضو فاصولية. وبردو آآ همسككم كده اخسلهم وبردو افرزهم كده معاكم. زي ما قلتلكم آآ انا بمسك برضو الخضار بخسلوا الاول كويس جدا. الفاصولية برضو انا بخسلها قبل التقطيع. مش مش بخسلها تاني بعد ما تقطع علشان الحبوب اللي فيها اللي جوه ما تطلعش. والطريقة دي حلوة قوي جربوها. يعني الفاصولية امسكها اخسلها غسلة حلوة كده. مش لأي حاجة طبعا مش حلوة فيها. وقطعيها وخلاص على كده. ما تخسلهاش تاني. تحت الحد كده والمية مفتوحة. طبعا الحد انا غسلة كويس. على طول اصلا بخسل الحد. آآ بس انا برضو غسلته قبل ما استخدمه على طول. غسلته برضو غسلة حلوة كده عشان هحط الخضار فيه. بمسكها بقى اخسلها بحطها في المصفة كده عشان تنزل المية اللي فيها. وبعد كده هقطعها. الفاصولية آآ سعر الفاصولية ما هواش غالي يعني تقريبا كيلو ربع تقريبا بعشرة. فدول تقريبا تلاتة كيلو. تلاتة كيلو آآ فاصولية. البسلة اللي ما نزلتش وسعرها تلاتين جنيه يعني حاجة اخذ عبالية بصراحة. قلت هتنزل عن كده عشان نعرف نفرز بس ما نزلتش. هي لحد دلوقتي بتلاتين جنيه. سعرها عندنا بتلاتين جنيه. ما عرفش بقى عنده كنتوا سعرها بكام. بس هي عندنا بتلاتين جنيه زي ما هي. الله المستعنة على الاسعار بصراحة. فالواحد كده حاجة في حاجة كده ايه يجيبها ويعملها طبعا هتوفر كتير الخضار بالذات الخضار الفاكهة ايه كل حاجة بصراحة اي حاجة بنفرزها بنخليها عندنا متفرزة جاهزة كده بتسهل علينا الدنيا وكمان لو في يوم كده ما يعني ما فيش فلوس للواحد يجيب حاجة بتبقى الحاجة موجودة ما انتش قادرة تنزلي فالحاجة في البيت حلوة والحاجة متفرزة بصراحة بتبقى حلوة. انا الفاصولية دي التفريزي في الفاصولية انا قد تفرزت معاكم قبل كده اللي شاف الفيديو بتاع التفريزات هيعرف طريقة التفريز بتاعتي ايه برضو بخسل الفاصولية زي ما قلتلكم قبل ما تتقطع ما بخسلهاش تاني بعد ما تتقطع وبمسكها قطعها كده يعني وسط كده بتبقاش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي برضو اخدها كده واروح اعود مش هفضل بقفة طبعا نعمل الكمية كلها وانا قفة وبقى قطعها كده زي ما انتم شايفين وهبدأ برضو كده في الاطباق كده اه افرزها برضو في الاطباق دي ما شاء الله الكمية ديت هعمل منها حوالي ست اطباق تقريبا على ست اكلات عندي الولاد مش كلهم بيأكل الخضار فالكمية اللي انا بحطها طبعا الكمية اللي انا بستخدمها كل واحدة طبعا فينا عارفة الكمية اللي بتكفيها قد ايه وبتفرز على قدها. عايز اقول لكم ان انا لما عملت التفرزات ديت وخلصتها طبعا الواحد بيتعب بس بعد كده بيرتاح. بس ببقى مبسوطة جدا لما بعمل حاجة وبفرزها بحس ان نفسيتي كده مرتاحة ان في حاجة معمولة وجهزة عندي. بجد يعني التفرزات دي حلوة جدا. بيبقى تاعب شوية بس بيبقى راحة بعد كده. هعملهم كده تقريبا عملتهم على ستة اكلات زي ما قلتلكم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين برضو همسك الاطباق دي كده اغلفها برضو بستريتش وتبقى برضو جاهزة معي. تلت حاجة النهاردة هفرزها القلقاس برضو انا كنت فرزت القلقاس قبل كده. بس كانت الكمية برضو مش كتيرة. فانا النهاردة كده ايه? آآ مع الحاجة مع الخضار. جبت برضو واحدتين من القلقاس. الواحدتين دول ما شاء الله كبار. يعني كانت القلقاساية الواحدة اتنين كيلو ونص. الاتنين دول ما شاء الله خمسة كيلو. يعني القاس تاني اتنين خمسة كيلو من القلقاس. ما شاء الله كان حجمها كبير. فبردو ايه? هعملهم كده برضو معاكم. هاخدهم برضو كده قشرهم وقت طحن. انا مش بخسل القلقاس وما بضيبش على مياه خالص. عشان لقوا مرة تشوفي الفيديو بتاعي. فلو حابة تعرفي طريقتي يعني في تفريز القاس. انا بامسك القلسية اخسلها من برة لكن ما بجيبش مية عليها من جوة خالص. امسحها من برة اخسلها من برة المهم من جوة ما بيجيش عليها مية. وبمسكها بالفوطة انا شفها كويس جدا. والسكنة بتبقى ناشفة معايا. وبقاشرها وبقطعها زي ما انتم شايفين كده بتبقى زي الفل لا فيش فيها اي حاجة. ما بعملش اي حاجة في القلقاس غير كده. بمسكها اشرها وبقطعها مقعبات وبفرزها ما بعصرش عليه لمون ولا بحط عليه اي حاجة خالص. هو زي ما هو كده. بيطلع ما شاء الله ان شاء الله برضو آآ في في فيديو كده هطلع لكم طبق من اطباق القلقاس وهطبخه معاكم عشان تشوفوا يعني شكله ببقى ايه. ولا بيبقى فيه مزلقة ولا بيبقى فيه اي حاجة خالص. بيبقى ما شاء الله حلو جدا. بس طبعا برحت كنت كل واحد وليه طريقته بقى يعني. انا عملت هنا ما شاء الله عملتم على تلت اطباق كبار لاتباق كبيرة لان الولادة عندي بيحب القلقاس فبكتر شوية في القلقاس. فعملتم ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده على تلت اكلات الخمسة كيلو تلت اكلات كده. ما شاء الله دي الخضار اللي انا عملته. ده كل الخضار. عملت تلت اطباق من بس اللمع الجزر. وتلت اطباق آآ قلقاس. وست اطباق آآ فاصلية. طبعا كل طبق من دول اكلة. فما شاء الله يعني عملوا برضو ايه المية من الملأكلات يعني مش وحشة. اخدهم بقى كده وهرسطهم في الدرج بتاع طبعا الخضار برسو في درجو الواحدة كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله الدرج كده ايه بيستدف كده واللي تبقى على بعضها بيبقى شكله يفرح بصراحة. خلصت كده هنا الخضار. هفرز بارته كده آآ الفاكهة اللي عندي. عندي كده هنا اتنين كيلو من الفراولة. دول مفروض ان هما اتنين كيلو من الفراولة. بس آآ آآ الراجل بقى الله يسامحوا اللي بيع الفراولة. آآ حاطت الفراولة من تحته كلها مش حلوة. اللي فوق حلوة. واللي تحت مش حلوة. فعلى ما نضفتها كده وغسلتها يمكن تلع اكتر من نصها مش حلو. يعني البيعين الله يسامحهم بيغشوا في حاجات يعني يلا الله يسمح. فدول كان مفروض اتنين كيلو بس يعني بتهيقلي هما لما تنظفهم وطلعت المش حلوة اللي ما كان موجود فيها تقريبا بقت كيلو نص تقريبا او امكان اقل كمان. بقطع الفراولة بقى زي ما انتم شايفين طبعا انا غسلها. وغسلها كويس جدا يعني الفراولة بتتغسل كويس جدا تحت المية كده مرتين تلاتة وبشيلها كده كزا مرة وارجع شطفها تاني عشان ببقى فيها رمل. فبقى خسلها حلوة يعني تحت المية. وبعد كده بقى بنظفها بشيل الحتة اللي فوق دي كده ونظفها وبحطها في الاطباق. نعمل كده ايه? اه اعملوهم على كزا طبق. اعمل الكمية دي على تلات طباق. بعملها كده للعصير بطلع الطبق كده بيبقى ايه يعني بيعمل ايه? اه تقريبا الطبق هيعمل نص شفشا كده من العصير حاجة كده يعني. زي ما قلت لكم انا بعمل الكمية اللي بيتكفي لاني مش كل الواردة عندي بيأكلوا كل حاجة ويشربوا كل حاجة. عملتم كده تلات اطباق زي ما انتم شايفين كل طبق كده هحطوه بس معلقتين اتنين من السكر معلقتين كبار كده من معلقة الاكل. هو مش محتاج اكتر من معلقتين يا اصلا فراولة كانت مسكرة فمعلقتين السكر يبقى حامل. عشان لما اجت اطلعي الطبق آآ ما شاء الله كده ايه? بقى السكر بتاعه موجود فيه. وبرده كده غلفتهم بالستريتش. وكده خلصت الفراولة ودخلت هنا على الاناناز. دول كانوا تلات وحدات من الاناناز. آآ تلات وحدات دول كانوا عاملين برضو اتنين كيلو اناناز. انا جيبت كده من كل حاجة اتنين كيلو. وقلت ايه دولة هشيلهم كده يتعانوا يبقوا موجودين. بقشر الاناناز كده زي ما انتم شايفين. وبشيل كده البزر اللي جواه بالمعلقة. كده الطريقة دي سهلة جدا. بشيلو بالمعلقة كده بيطلع بسهولة. وهمسك بقى القلقاس بقى. مش عارفة ليه كل ما قول الاناس اقول القلقاس. امسك الاناناز برضو قطعه كده. شرايح وهعينه بنفس الطريقة هنا. برضو الطبق كده يطلع يدوب ايه يعني يفك شوية من التلج وبحط اضربه في الخلاط بيبقى عصير بيبقى حلوة اه. عندي كزا حد من الولاد بيحب الاناناس عصير. آآ فانا حتى هعمل دول على طبقين اتنين. يعني هعمل اتنين كيلو دول على طبقين. كل طبق كده هيبقى كيلو. مش هحط آآ سكر عليه انا هحفظه كده يعني هعينه كده من غير سكر. هو اصلا ما شاء الله كان مسكر جدا يعني. بوزع كده في الاطباق. وبرضو هغلي في الاطباق بستريتش وبرضو كده بقى انا ايه? آآ عملتي كده طبقين من الانانيز. انا بديكم كده افكار وبديكم كده ايه? آآ يعني حبيت اشارك معاكم كده التفرزات اللي انا عملتها. عشان برضو تتشجعوا كده ايه? وتفرزوا اي حاجة في سكتكم كده الحاجة دي بتبقى كويسة. يعني لو انت نزلة مرة مش لازم تفرزي كل حاجة مع بعض. يعني ممكن ان مرة تفرزي الاناناس مرة تانية تجيب اتنين كيلو فراولة تشيليهم. مش لازم كله في نفس الوقت يعني. الموز بقى لو حبيت تفرزي بتفرزي الموز بالشكل ده. لازم الموزة تكون مقفولة من من فوق كده ما تبقاش مفتوحة. الجزء اللي فوق ده كده يبقى مقفول. ما تبقاش حتة من الموزة بينة. زي ما انتم شايفين كده. بتفرز في الفريزر مبيحصلوش اي حاجة خالص وبيبقى حلو جدا لما بتطلعيه. بتسيبيه كده بس يفك شوية بتقشريه بيبقى حلو جدا. لو حب ان انت تفرزي الموز هتفرزيه بالطريقة دي. حلوة اوه برضو. ما شاء الله دي كده كده التفرزات بتاعتي كلها من الفكهة والخضار. لو وصلت بقى معايا لحد هنا من الفيديو. لو استفدت بمعلومة صغنانة كده من الفيديو بتاعي. اه اتمنى ان انت تعمل اللايك عشان هو اللي برفع الفيديو. ولو معدي اكده اول مرة وتشوف قناتي اعملي برضو اه اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزل. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.